اشتركوا في القناة وحديثنا اليوم في هذه المحاضرة المهمة والدقيقة جدا حول الذكور هناك رسائل يرسلها الذكور أو تصلنا عبر الذكور أن هناك إجراء يجب على الأخ النحال القيام به فيا ترى ما هي هذه الرسائل التي يرسلها لنا هذه الذكور أو تلك الذكور وما هي الإجراءات التي يجب على الأخ النحال القيام بها لتطوير المنحل أو لتفادي الوقود في مشاكل لا قدر الله محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ عائش الأهدل من اليمن تكون معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتذتنا الأجلاء والزملاء والأبناء والأخوان بهذه المجموعة المباركة والله إحباب بالنسبة للذكور الذكور من وجهة نظر الشخصيات تؤطينا رسالة كبيرة ورسالة قوية جدا جدا لما يحدث داخل الخلية فمتى ما بدأ النحل بتوسؤه وبناءه إذا كانت الخلايا بلدي أقراسا شمئية لحضنة الذكور فهذا مؤشر كبير جدا وقراءة ممتازة جدا تؤطيها الخلية أو الطائفة تؤطيها للنحل بأن هناك خير قادم ومتى ما بدأت الخلية أو الطائفة بحصر الذكور أولا وابعدها عن الأقراس الشمئية ثم الكيام بأملية إدامة هذا أيضا له علاقة كبيرة جدا بالرسائل التي تؤطيها الطائفة أو الخلية تؤطيها للنحل مفادها أن هناك تراجع في المرأة مفادها أيضا أن هناك مشاكل قد تمر بها الخلية من الرسائل التي ممكن الطائفة ترسلها للنحل عند إدامها لحضنة الذكور الرسالة الأولى إذا كان هذا النحل نازل على رحيقيات وفيض رحيقي فهذا مؤشر ممتاز جدا للنحل أن هناك خير قادم وهذا الأسلوب أو هذه الطريقة نستخدمها باليمن عندما نشاهد أن الخلايا البلدية أو التقليدية الأواد أو الإجباح أو الخشاء بدأت تقوم بفصل أولا تفصل حضنة تفصل الذكور الذكور الكبيرة مباشرة تقوم بفصلها وإبعادها أن الأقراس الشمئية فمباشرة نستبشر خير بأن النحل اتخذ قرار وهذا القرار مفاده أن النحل متجه الآن نحو التخزين مباشرة نستبشر إذا كنا نازلين على سيدر نازلين على سلم على صمر على صال معظم الرحيقيات التي ننزل عليها مباشرة هذه رسالة ممتازة أن النحل اتخذ قراره الآن ما يشتوس النحل مباشرة القرار الأول الذي اتخذه أنه متجه نحو التخزين واتجاهه نحو التخزين تقطيع الطائفة فورا أمرا للنحل بقيام بإئدام هذه الذكور يقوم بإئدامها إما في وسط موسم الفيض أو عادة ما نشاهد ذلك على قرب انتهاء الموسم مباشرة يقوم بإئدام هذه الذكور مهما كانت كثيرة ومهما كانت كبيرة أحيانا قد يتم الإئدام داخل الخلية ومن ثم نقلها خارج الخلية أحيانا قد يقوم بحرمانها وطردها خارج الخلية ومنأها منها الدخول فتموت مؤظمها داخل الامة وهي تائها بالمنحل وأحيانا تموت داخل الخلايا وتقتل كل محاولة الدخول فأملية قتل الذكور في هذه الحالة رسالة ممتازة جدا للنحال توحي لنا للزملاء الذين لديهم خلايا بلدية بأن هناك خير قادم إذا كنت نازل على فيض لأي شجرة رحيقية مثل السلام أو الصمر وغيره كما أسلفنا لكن المشكلة عندما تكون هناك مرأة والمرأة هذا ممتاز وفجأة اتجهت الطائفة نحو قتل الذكور أيضا هناك رسالة كبيرة يأتيها لنا النحل ومفيدة لنا كنحالين هذه الرسائل تكمن في حصر النحل للذكور اليافئة حصرها في القرية جهة الفراغ ومن ثم القيام بقتلها أو منأها من دخول القرية هذه الرسالة التي يؤطيناها إذا كانت في مرحلة التوسع ومرحلة المرأة الطلئية ونحل يقوم بهذه الأملية فمباشرة هذه الرسالة ممتازة أنك أنت ينحل اذهب فورا وابحث مرأة جديدة خير هذه المرأة الطلئية إذا كنت تحلم بتوسع تحلم بطرود تحلم بتقاصيم تحلم بتجيش لدخول إما موسم أو للثبات لمرأة قد تكون قادمة مثل استقبالك للشتاء مثلا فهنا الرسالة النحل يقول لك فورا ابدأ بتجهيز بدائل لأن المرأة اللي حوالينا المنحل بها مشاكل والدليل أنه النحل قام بحسر الذكور والقيام بقتلها ومنها من الخلايا فالنحل النشيط مباشرة يستفيد من هذه الخطوة ويقوم إما بالنقل إلى مرأة مرأة طلئية ممتازة إذا أراد أنه يجيش إذا أراد أنه يتوسع أو أنه يقوم فورا باستخدام البدائل أيضا من الرسالة المهمة اللي نقرأها ونقرأها عندما نشاهد النحل يقوم بقتل الذكور سواء كانت هذه الذكور يافأة أو كانت حضنة الذكور أولا عندما تمر قبل المنحل وتشاهد أن النحل قام باستخراج حضنة الذكور استخراج حضنة الذكور إذا كانت سليمة وانت في مرأة فيضي فهذه بشارة خير كما أسلفنا وأن هناك تخزين قادم إذا كانت هذه الحضنة قام النحل أيضا بإيدامها وهذه الحضنة خرجت سليمة لا يوجد بها أي تشوهات فأيضا هذه رسالة النحل يقول لك هناك مشاكل في المرأة الكارثة الكبرى إذا مر النحل وشاهد حضنة الذكور ملقاه خارج الخلية وقام بفحصها ووجد أن هذه الحضنة بها تشوهات حتى وإن كان هذه الحضنة قليلة جدا قد تكون حضنة أو حضنتين فمباشرة على أن حال اتخاذ قرار لأن هناك إصابة فروة وهذه الإصابة قد تكون كبيرة جدا ولا أن حالة تصرف فورا من المشاهدات أيضا التي ألاحظها في الميدان قتل الطاعفة أو الخلية أو الكفير قتله للذكور الكبيرة واستخراجه لحضنة الذكور في أول صدمة أو طارئ يحدث لهذه الخلية سواء إذا تأرضت هذه الخلية لكمية برد فجائية كبيرة أيضا يقوم بقتل حضنة الذكور وقتل الحضنة الكبيرة إذا تأرضت الخلية لموجة حر مفاجأ أيضا يلجأ النحل إلى هذه القضية أيضا أشاهد أن النحل يلجأ إلى قتل حضنة الذكور وقتل الذكور إذا تأرضت الطائفة أو القفير إذا تأرض لتسمم إذا تأرض لتسمم يبدأ فورا يتخلص من هذه الذكور سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة ويرجبها خارج الخلية مفاد الأمر كما أسلف الزملاء إنه قتل الخلية أو الطائفة أو الكفير قتله للذكور واتجاهه نحو التخلص منها هذا دائما يكون مصاحب لقرار الطائفة بأملية التوفير بأملية الاقتصاد في المصروفات لأنه مأروف أنه الذكور تستهلك كميات كبيرة جدا من الغذاء هذا الغذاء النحل في هذه المرحلة بحاجة كبيرة إلى تخزينه وإلى توفيره لذلك يلجأ فورا إلى التخلص منها لأنه آلة المهمات حقا تكون قد انتهت فالكل يعلم أنه الذكور من أهم أناصر وجوده داخل الخلية اللي هي فترات التلقية فبمجرد أنه النحل يتأرض لأي مشكلة فورا يبدأ في توفير النفقات وتوفير المصروفات ومن هذه التوفيرات فورا يتخلص من حضانة الذكور هناك بعض الزملاء الذين يعتمدون على النحالة المرتحلة وهذه النحالة المرتحلة عادة ما تكون تسأى خلف الأمطار فهناك مناطق واسئة جدا من الجمهورية اليمنية والمملكة الأربية والسعودية يعتمدون هذه الطريقة أيضا سلطنة أمان يعتمدون هذه الطريقة وهي النحالة المرتحلة المؤتمدة على هطول الأمطار فعندما تهطل أمطار في منطقة مؤينة يسأى مباشرة النحالون المرتحلون إلى النقل إلى هذه المناطق ومن ثم يزلون عليها هدفهم الأساسي هذه المجموعة من الزملاء هدفهم الأساسي التوسع فبمجرد ما أن يبدأ المرأة بالانكماش مباشرة يحدث لأنه يتخلص من الذكور سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة ففي هذه الحالة على النحال أنه يكون فطن وما عليه فقط إلا القيام بتزويد النحل بتغذية سكرية مكثفة فيتجاوز هذه المرحلة لغاية ما يبحث عن مرأة ممتازة ومن ثم ينقل إليها إذن مما سبق ممكن نستخلص بعض الأشياء المهمة اللي على الزميل النحال أنه دائما يجيد كراءتها ويجيد الاستفادة منها فحضنة الذكور والذكور الكبيرة إذا شهدت النحل مباشرة يتخلص منها فألم أن هناك إما خير قادم أو أن هناك شر قادم وعلى أن حالة التدخل فورا لأمل إجراءات إما لنقل الملحل أو أمل البدائل كما أسلفنا لذلك يا أحباب فالطائفة التي لديها مشكلة في حضنة الذكور أو الذكور ألا أن حال فورا أنه يكف عندها ويحل هذه المشكلة إذا أراد أنه يحصل على نتائج مفيدة جدا جدا من خلال الملاحظات التي لحظتها شخصيا في فترات الانطلاق القوية وفي فترات الفيض الكبير في فترات الفيض الكبير الطلئي تبدأ الخلايا بإنتاج كميات كبيرة من الذكور طبعا أتحدث الآن أن الخلايا البلدية ومن ثم تم إسقاط ذلك إلى الخلايا الحديثة طبعا الذكور الكثيرة لما تبدأ تظهر في الخلية تمثل أنفوان الخلية كلما كانت كمية الذكور كبيرة والخلية في توسؤ وفي تحظين كبير وفي بناء شمئي ومط أساسات شمئية تواجد الذكور بيساهم في أمالية أولا زيادة حجم الطائفة نمرة اثنين يساهم في خروج الشغالة الحقلية أسرع يساهم في تحول الشغالة المنزلية الداخلية إلى شغالة حقلية بسرعة كلما كانت الذكور متواجدة تساهم في أمالية حفظ الحرارة داخل الخلية أمالية توازن الرطوبة داخل الخلية الحضنة نفسها تكون محفوفة الإطار كامل محفوف بهذه الإطارات تساهم في أمالية حفظ هذه الأشياء داخل الخلية وتسرع من خروج الشغالات الداخليات وتحولها إلى شغالات حقليات قبل الموئد هذا من خلال الملاحظات التي لاحظتها أنه يساعد في اختصار مراحل الشغالة الداخلية وتحولها فورا إلى الشغالة الحقلية بالخير في أيضا هناك ملاحظة يمكن إضافتها إلى موضوع الذكور هذه الملاحظة أنه إذا أراد النحال أنه يتحكم في انتخاب وانتقاء الملكات عليه فورا التركيز على انتقاء الذكور يحدث هذا بأملية بسيطة جدا الناس اللي لديهم مناطق واس أو بإمكانهم أزل الذكور فيها هذا قده سهل جدا لكن نحن دائما نتحدث أن أصحاب المناحي القريبين جنب بعض والذين يصعب عليهم أملية انتخاب الذكور وأملية التحكم في طلقيح الملكات المنتخبة أثناء فترات الطلقيح الطبيئية الخارجية فنلجأ إلى طريقة بسيطة جدا مفاد هذه الطريقة هي أملية انتخاب الذكور كيف ننتخب الذكور؟ تنتخب الذكور طبيئيا بتجهيز خلايا منتخبة خلايا أعرفين من خلال التدوينات أن هذه الخلايا ممتازة ومن ثم نساعد هذه الخلايا في أملية ضغطها وأملية نقلها من أدد من المرأي حتى تصبح هذه الخلية مجيشة قبل المناحل الأخرى ومن ثم تقوم ببناء حضنة الذكور قبل المناحل الأخرى هذا بيساعد كثير جدا في أملية انتخاب ذكور ممتازة تسبق ذكور الآخرين في الظهور ومن ثم تجهز أنت ملكات بمجرد أن تصبح هذه الذكور ناضجة جنسيا نجهز مباشرة ملكات منتخبة ومن ثم يحدث تلقيح طبيئي منتخب بهذه الطريقة أيضا تساهم الذكور في أملية انتخاب الملكات حفظكم الله ورعاه